هي مجموعة من الصور لمجموعة من النساء يرتدين أغضية للرأس وأقنعة للوجه وتختبرك هل تعرف هذه الجنسية أو هذه الديانة؟ أنا شخصيا قد خط هذا الاختبار وقد أخفقت تقريبا في كل الصور فمثلا كان هناك سيدة في صورة من الصور كان هناك سيدة مثلا تلبس طرحة أو إيشاربا كما يقال في مصر وقد لفتها على وجهها واخترت إجابة أنها سيدة سيخية فوجئت بالإجابة بأنها سيدة مسيحية من باكستان سيدة أخرى في صورة أخرى في نفس الاختبار ظننتها أنها هندوسية فوجئت بالإجابة بأنها امرأة تتعبت في معبد سيخية صورة ثالثة وهي ترتدي حجابا أو يعني غطاء للرأس نعم هناك صورة ثالثة لمجموعة سمروات يجلسون على مقعد مزخرف يبدو عليه العتق والتاريخ ظننتهم أنهن مسلمات فوجئت بالإجابة بأنهن إثيوبيات من الطائفة المسيحية الأرثوذكسية فمعنى ذلك أن هذا المقال وهذا الاختبار هو يعكس فكرة أن غطاء الرأس وغطاء الوجه لا ينتمي فقط ولا يتحدد بحدود الإسلام هي مسألة عالمية وربما سألنا ذلك أيضا لمستمعين على صفحتنا على فيسبوكنا لندن سألناهم عن ذلك وهل يستطيعون التفرقة أم لا أم أنها صورة نمطية أو يعني نعم السؤال الذي كان مطروحا هو هل تعلم أن غطاء الرأس يستخدم في ديانات أخرى غير الإسلام أتتنا بعض الإجابات أو التعليقات كان هناك مثلا إلي جورج الذي قال غطاء الرأس زي شرقي غير مرتبط بدين معين وإلي جورج قد اجتهد لأنه قد لجأ إلى بعض المعاجم التي أوردها في تعليقه لتعريف فكرة النقاب ولتعريف معنى غطاء الرأس